Top 10 أقوى الأسلحة في تاريخ Call of Duty أتمنى تكونون اشتكتوا لصوتي أنا محمد لبسيمي وهذه حلقة Top 10 جديدة واليوم نتكلم عن أقوى الأسلحة في تاريخ Call of Duty واللي بيكون فيها خيارات أكيد كثير منكم يعرفها كويس تابعونا في المركز العاشر UMP45 سلاح شفناه في أكثر من لعبة مثل Modern Warfare 2 ومثل Modern Warfare 3 و Infinite Warfare هالسلاح له دقة عالية في التصويب بسبب Iron Sights ويحبونا المبتدئين وأيضا المحترفين في اللعبة السلاح بسبب قوته فلا معدل طلق ناري يعتبر قليل لذلك في ذرة الطلقات ممكن تذبح فيه العدو ومع خاصية Stopping Power تقدر تخلي العدو ينقتل بطلقتين وأيضا مع خاصية Rapid Fire هذا السلاح بيكون من أقوى الأسلحة في السلسلة المركز التاسع سلاح شهير جدا AK-47 ولو بقعد أعد الأجزاء اللي طلع فيها ما رح أخلص حرفيا لكن من ضمنها Modern Warfare Black Ops 2 وأيضا Modern Warfare Remastered هذا واحد من الأسلحة اللي يفضل استخدامه بدون ما تركب عليه أي قطع إضافية ورغم أن الارتدادات تعتبر من نقاط ضعفه إلا أن تصويبه برضو يكون ممتاز ويحبون يستخدمون الناس على المدى المتوسط والتصويب فيه يكون أكثر دقة في طور اللعب الجماعي في المركز الثامن سلاح M16 شفناه في Black Ops وشفناه في Advanced Warfare يتميز الـ M16 بسرعة ريلود عالية توصل إلى 2.03 ثانية ولو كان فاضي تماماً توصل إلى 2.36 ثانية ويعتبر الـ M16 من الأسلحة الفتاكة في السلسلة وطلقة بيرس وحدة تكفي عشان تقتل العدو إلا لو كان بعيد عنك يمكن تحتاج لطلقة ثانية أو إذا أنت فنان فتوجه للهيدشوت في المركز السابع سلاح اسمه عجيب ينطق قهفر وطلع هذا السلاح في ألعاب الحرب العالمية الثانية من Call of Duty ومنها حرب العالمية الأخيرة Call of Duty World War 2 وحرفياً في الإفنت الخاص اللي اسمه Winter Siege ويعتبر هذا السلاح الألماني من أقوى الأسلحة في اللعبة وطبعاً يتميز بأنه عنده مخزون رصاص عالي طلقة وحدة على الرأس أو الصدر من أي مدى كفيلة بقتل العدو طبعاً إفنت Winter Siege موجود حالياً في Call of Duty World War 2 ويستمر إلى 2 يناير في خريطة جديدة وأسلحة جديدة غير اللي تكلمنا عنها لا يفوتكم المركز السادس سلح قوي جداً MP7 وشفناه في أكثر من جزء منها Modern Warfare 3 وأيضاً Black Ops 2 هذا السب ماشين جن الناس يحبونه جداً وفيه ثاني أكبر مخزون رصاص في فصيلته ويوصل إلى 40 رصاصة وفوق كده مستوى متوسط إلى عالي في سرعة الطلق الناري ومستوى ضرر متوسط وارتداد ضعيف ويتميز أن تقدر تستخدمه سواء على المدى القريب ولا المدى البعيد المركز الخامس سلاح بار ونشوفه في أسلحة الحرب العالمية الثانية ومنها اللعبة الأخيرة Call of Duty World War 2 هذا السلاح أكثر ناس بتستفيد منه هو الناس اللي تصويبهم دقيق جداً معدل الضرر في هذا السلاح قوي عندك ثلاث طلقات فقط عن قرب ولا أربع طلقات من مسافة 20 متر تقريباً ومعدل الإطلاق فيه عالي جداً لذلك قلنا بيستفيد منه اللي يصويبه كويس لأنك تصوبت صح وما تطريت تسوي ريلود واجد هالسلاح بيخليه قوة مدمرة السلاح التالي هو MP40 واحد من أقوى الأسلحة في اللعبة وشفناه أكثر من جزء منها الجزء الأخير Call of Duty World War 2 يتميز الMP40 بمعدل ضرر عالي لكل رصاصة تطلقها يعني في مدى أقل من 7 متر رح يقتلك العدو بثلاث طلقات وأيضاً على مدى بين 7 إلى 23 متر رح يقتلك العدو بأربع طلقات المركز الثالث سلاح فتاك اسمه فماس وشفناه Modern Warfare 2 و Black Ops من قوة الضرر حق رصاصة هذا السلاح في أقل من 50 متر يعني أي مسافة أقل من 50 متر تقدر تقتل عدو بثلاث طلقات أو طلقتين لو وحدة منهم جت على الرأس لا وزيدكم من الشعر بيت مع خاصية الستوپنج باور تقدر تخلي الفماس يقتل بثلاث طلقات أو طلقتين من أي مسافة تخيلوا القوة المركز الثاني سلاح اسمه Modern Warfare 2 و Black Ops و Modern Warfare 3 يعتبر شتقا قوي جدا ضربة واحدة تطلق ثمان رصاصات في نفس الوقت وتحتاج أربع رصاصات عشان تقتل شخص واحد يعني على المدى القريب قدامك اثنين بطلقة واحدة تذبحهم وهذا يعوض عن معدل الاطلاق الناري الضعيف وحتى تقدر تضرب لعداء عن بعد 17 ونص متر وهذا يخلي السلاح هذا قوي طبعا لكن إذا بعت عن العدو راح تحتاج خمس طلقات عشان تقتله والآن وصلنا للمركز الأول اللي برأينا أقوى سلاح في تاريخ سلسلة Call of Duty وهو ACR من Modern Warfare 2 ويحتاج السلاح أربع طلقات على المدى القريب أو خمسة على المدى البعيد عشان يقتل شخص واحد لكن من مميزاته أن الارتداد فيه شبه منعدم وهذا يخلي سلاح ممتاز خصوصا للمدى البعيد وأيضا من مميزاته أن مع التعديلات تقدر تخلي سلاح جبار يعني مع خاصية Stopping Power تقدر تخلي الضرر اللي تحتاجه عشان تدبح عن قرب هو ثلاث طلقات بدل أربعة وبالبعيد أربعة بدل خمسة وبكذا نكون وصلنا لنحاية حلقة توب 10 اليوم طبعا هذا كان رأينا والآراء تختلف من شخص الثاني لذلك نبينعرف أنتو بالنسبة لكم إيش أقوى الأسلحة في Call of Duty عطونا رأيكم واكتبونا أراءكم في التعليقات تحت وإن كنتو تلعبون World War 2 لايفوتكم إيفنت Winter Siege متوفر إلى 2 يناير مجانا للجميع